أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الانتهاء من كافة التفاصيل الفنية المتعلقة بعقد إنشاء القطار السريع من شركة سامنز الألمانية وخلال لقائه مع رئيس التنفيذي لشركة سامنز العالمية رولاند بوش أكد رئيس الوزراء أن مشروع القطار السريع الضخم يعد إضافة قوية ونقلة نوعية لمنظومة النقل في مصر هذا وقد أعرب رئيس التنفيذي للشركة عن تطلعه لتوقيع العقد الخاص بالمشروع خلال اليومين القادمين ليمثل إضافة محورية لمشروعات الشركة في مصر